سلام عليكم. نادي الزمالك ويكل حاجة بتحصل جوة نادي الزمالك. هنتكلم عن خلاص رحيل اشرف بن شارعي وان مسيماني رفض تواجد اشرف بن شارعي وانتقال لأشرف بن شارعي لنادي الاهلي في الموسم القادم. برضه هنتكلم عن تزيروحات موهو عبدالهدي اللي بيؤكد ان محمد حمدي لاعب نادي برمز وقع للنادي الاهلي. برضه هنتكلم عن صفاقات نادي الزمالك اللي آآ نادي زمالك داخل فيها بقوة في الفترة الحالية والنادي برامز بينافس كده نادي الزمالك بشدة على صفاقات نادي الزمالك الجديدة. برضو هنتكلم عن عودة فرجان نساسي في الموسم القادم. برضو هنتكلم عن موعد مبارات نادي الزمالك. آآ ان شاء الله اللي هتكون امان بيترو هاتلتكو الانجولي. برضو هنتكلم عن الحاجة الاخيرة بقى اللي هتكلم عنها عن فوز فريق نادي الزمالك لالفين وتلاتة على نادي غزل المحلة. بنتيجة كبيرة جدا ان هم بيتصدروا قائمة الدوري. كل ده هنتكلم عنه النهاردة بس خليكم معانا هنروح لفاصل سريع ونرجع لكم تاني. رجعت لكم تاني بعد الفاصل الالاني. لو انت رسا لغادي الوقت فيما ما تشاركش في قناة انت عحلا. اشارك في قناة ولكن الفوديو جاء لو عجبك. طبعا نبتدي اخبارنا اللي تخصوا صفاقات نادي الزمالك ومحمد الهومي لاعب نادي الترجل تونسي. محمد الهومي لاعب نادي الترجل تونسي. يقترب بشدة من نادي الزمالك. خاصة ان نادي بيرامدز ونادي الزمالك حتى الان هم الاقرب لللاعب هم الاكتر ناس بيفوضوه. يعني اللاعب حتى موافق على الرحيل على نادي الترجل تونسي. وبرضو نادي الترجل موافق على رحيل اللاعب. خاصة ان اللاعب خلاص بقي شهر ليه او بقي عفوا سنة ليه مع نادي الترجل. او بقي في عقده مع نادي الترجل سنة واحدة ويبقى فهي يعني بيقول كده للنادي الترجي او اللاعب يقول زي اللاعب يقول للنادي الترجي انهما يعني يبعو دلوقتي لان خلاص فاضل سنة وفي عقده ويبقى فري وان النادي مش هستفاد منه اي حاجة فان هو يستفده احسن وانهما يبعوه من دلوقتي. يعني ان شاء الله انا شايف صراحة ان محمد الهوم هيكون صفقة قوية جدا لنادي زمانك في الموسم القادم وانه هيكون تتعيم قوية جدا لنادي زمانك في الموسم القادم بمشيئة الله. زبعا زي ما انتم عاربون خلاص نادي برامز كمان داخل في الصفقة ونادي برامز برضو داخل في الصفقة بشكل كبير جدا ويه برضو داخل بجد او في الصفقة بتاعة محمد الهومي. تعالوا ننتقل بقى الى الخبر التالبة معنا بخصوص كابتن حلم طلال. كابتن حلم طلال بيعلن ده رسمين او بيأكد ان يجون ابوكا لاعب نادي مش هيرحل عني عن صفوف الفريق وانه يكون ان هو يكمل مسارته مع نادي ان هو ما فيش اي لاعب هيرحل عن نادي في الفترة الحالية لان هو محتاج كل لاعب وبيرفض يعني وبرضو بيقول ان يجون ابوكا مش هيروح لنادي زمانك او اي نادي غير نادي الزمانك ان هو متمسك جدا باللاعب لان هو شايفه لعب متماس جدا في نادي انبي. تعالوا ننتقل بقى الخبر التالبة معنا بخصوص مواليد الفين وثلاتة لفريق نادي الزمانك فريق نادي الزمانك لمواليد الفين وثلاتة بيفوزوا على نادي طلائق عفوا بيفوزوا على نادي غزل المحلة بنتيجة تلاتة واحد وبيتصدروا قائمة الدوري يعني بقى لهم فترة كده الحمد لله بيكسبوا كسبوا امام في يوتشارل فاركو طلائق الجيش كسبوا اكتر من نادي تلاتات 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 والغاية دلوقتي هم المتصدرين قائمة الدوري تعالوا بقى نتقل الخبر التالبة معنا بخصوص يعني اخبار كتيرة معانا تخص نادي الزمانك ولكن مهيب عبدالهادي بيصرح وبيقول ان محمد حمد لاعب نادي برامد حصل على توقيع من نادي الاهلي حصل على توقيع من محمد حمد لاعب نادي برامد انا لغاية دلوقتي مش متأكد من كلامه انا شايف ان اللاعب لسه متواجد مع نادي برامد مع نادي برامد موقعش لاي فريق لو وقع للنادي الاهلي ولو وقع لنادي الزمالك خاصة ان العرب بتنهال عليه من نادي الاهلي نادي الزمالك جاله اكتر من العرض ولكن محمد حمدي لسه متواجد مع نادي برامد محمد حمدي لسه مستكمل مسارته مع نادي برامد وانه مش هرحل حتى الان مع من نادي برامز والنادي الاقرب ليه هو نادي الزمالك لسه وانا يعني المصدر اللي وصل لي حتى الان المصدر مؤكد بيقول ان محمد حمدي لسه مع نادي برامز وان نادي زمالك حتى لسه ما حصلش على توقيع اللاعب نادي زمالك لسه بفاوض اللاعب نادي زمالك لسه حاطت اللاعب في اهتمام في اهتمامياته ولكن نادي برامز يعني ما لسه ما حصلش على توقيع اللاعب ويعني ده تصريح خاطئ جدا من من الكابتن. ولكن لسه محمد حمدي مستمر مع نادي برامتز وان شاء الله نادي زمانك هو الاقرب من محمد حمدي لاعب نادي برامتز. تعالوا بقى من نطقل الخبر التالبة معانا واللي بخصوص موسيماني. وسيزا ما انتم عارفين اني بنشرقي يعني جالوا اكتر من العرض من بره مصر ومن داخل مصر. اللي جاء من داخل مصر جالوا عرض من نادي برامتز والنادي الاهلي. ولكن احنا نادي احنا كنادي زمانك احنا اللي مش عايزين بنشاري مش بنشاري اللي مش عايز النادي لأ احنا اللي مش عايزين بنشاري طلباته عايز اتنين مليون دولار بنشاري عشان يجدد مع نادي زمانك او نايا انتقل لاي فريق عايز اتنين مليون دولار هل في نادي في الدور المصري هيدي له اتنين مليون دولار اه مين بقى مين اللي هيدي له اتنين مليون دولار برامز برامز داخل في ساقة او نادي الاهلي بشكل كوي جدا عايزين ياخدوا اللاعب او يخلصوا في اللاعب باتنين مليون دولار. النادي الاهلي عنده اعتراض انها شايف المبلغ كتير على بن شارقي وبرضو خاصةاة مسيماني شايف ان بنشرق في الفترة الفاتية دي مستوى هابط جدا معنات زمالك ومستوى سي معنات زمالك ومستوى برضو متراجع بالنسبة كبيرة جدا معنات زمالك يعني انا انا عايز كده اقول اه حاجة كده المسلماني والنادي الاهلي يعني لو ندي زمالك شايف ان بنشرق مستوى حي لمكان جدد له من بدري يعني احنا فعلا احنا السعبين بنشرق مش بنشرق لسي بنات زمالك احنا السعبين بنشرق لان هو مستوى معنات زمالك ما بقاش زي بن شاري اللي كنا جايبينه من فترة ويعني احنا اللي نجمناه كان في الهلال في اكتر من فريق ما كانش متواجد بشكل كويس مع فريقه السابق ولكن نادي هو الاقرب بالنواء يدفع اتنين مليون دولار نادي برافز موافق على النواء يدفع اتنين مليون دولار بضم عشر بن شاري في الموسم القادم بمشيئة الله ولكن بالنسبة للمسيماني المسيماني رافض تواجد بن شاري او تعاقد مع بن شاري في الموسم القادم انه يكون متواجد مع نادي الاهلي في الموسم القادم ده دي وجهة نظر موسماني في اللاعب نادي الزمالك تعالوا بقى ننتقل الخبر التالبة معنا بخصوص فرجاني ساسي فرجاني ساسي يعني خلاص نادي الزمالك بالنسبة كبيرة جدا نادي زمالك يقترب من تعاقب مع فرجاني حتى الان مفيش كلام رسمي مفيش مفاوضات رسمية لكن يعني امير مرتضى منصور وبرضه مجلس ادارة نادي زمالك بيتحدثوا مع فرجاني ساسي علشان يكون متواجد مع نادي الزمالك في الموسم القادم في حالة يعني مفتlooking مع النادي وان شاء الله فرجاني ساسي يكون متواجد في الموسم القادم ببشرية يا تلاء لان نادي الزمالك عايز يدعم بشكل كبير كدا في الموسم القادم زي انا قلتلكم اه امير منصور معاها قايمة فيها حوالي اربعتاشر او خمستاشر لاعب. لو ممكن كان فيها اكتر او اقل كمان. يعني من بداية عشر لاعبين لغاية خمستاشر لاعب ده المتأكد منه ان امير مرطان منصور معك ايما فيها كل اللاعبين دول واكتر من لاعب اللاعبين كلهم صوبة اللاعبين على الاعلى مستوى. فان شاء الله هيكون اللاعبة دي النات زمانك هتعاقد معهم. خاصة ان النات زمانك عايز هتعاقد في كل مركز اكتر من لاعب لاعب واتنين وتلاتة. عشان في حالة يعني لازم انك بيحط عينه كده وبيحاول يتفاوض مع اكتر من لاعب في كل مركز عشان يكون فيدى دعمات كوية صوبر وصفاقات كوية صوبر كده في الموسم القادم بمشيئة الله تكون متواجدة مع نادي الزمالك ان شاء الله. وكده تبقى وصلنا لنهاية اخبارنا لو انت لسه لغاية دلوقتي ما تشتركش في القناة انزي حيارا اشترك في القناة ولاقيك الفيديو لو عجبك واريكو للناس امشير للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من بترتكو لانجول الممارات اللي هحصله حاصل هتكون غدا ان شاء الله الممارات اللي هتكون السعة تلاتة عصرا بتوقيت القاهرة في بترتكو هناك واللاعبين خلاص سافروا الى انجولا وصلوا خلاص الى انجولا والمرام بتاعهم كان الساعة اليوم الساعة تلاتة العصر وخلاص روح اتفرج عليا ايلكو فيها صفاقات واخبار برطو كلامة عن قائمة ناندي الزمالك ان شاء الله اتشوفكم في فيديو جديد فيديو كويس جدا فيديو عن اخبار نات زمالك اوكران.